بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في هذا اللقاء أريد أن أحدثكم حديثا عن المذهب المالكي ولكنه حديث ليس كالطريقة الأحاديث التي نعلقها في الوقوف عند جزئيات الأصول فهذا أمر آخر قد وافي الإخوة فيه بكتاب صغير كتبته عن شخصية الفقه المالكي وهو موجود على كل حال ولكني أريد أن أربط بعض هذه الأشياء بشجون خاصة وبشيء مما يتصل بواقعنا نحن لأن الفقه المالكي حينما يدرس أو تدرس هذه القضايا أساس أنها هي قضايا في دمة التاريخ يمكن أن يقبل عليها من شاء أو يتعالى عليها من شاء أو يحفظها من شاء لا تأخذ قيمتها وحسنها الحقيقي ولكن حينما نربطها بالواقع والفقه المالكي وقضايا الفقه المالكي وأصول الفقه المالكي لم تكن إلا قضايا من الواقع فحينما نرجعها إلى محضنها الذي هو الواقع ونرجعها كذلك إلى الواقع الواقع الذي هو ما نعيشه الآن سوف نكتشف أن هذا الفقه المالكي شيء كبير في حياة الناس شيء كبير في حياة الناس ويتوقف على فهمه وعلى الحفاظ عليه شيء عظيم من مستقبل المغرب أريد أن أعرج على قضيتين لأنني أعتبر الآن أن كل شيء نصبح موضوعا للنقاش هناك أناس ليسوا أصوليين ولا فقهاء ولكن تجري على ألسنتهم كلمات هي من صميم أصول الفقه أو من الفقه وحينما لا يجيب عنها الفقهاء أو لا يتنبه إليه فقهاء تختمل هذه الكلمات وتضخم في أذهان الناس ويصعب بعد ذلك تصحيحها فضلا عن اقتلاعها واجتثاتها أسمعوا في هذه المرة وفي أحاديث يقولها ليسوا متخصصين بها المراث يتحدث بهاء ناس بعيدون بعيدون عن ميدان الفقه والعلم مغنون مغنون المغنين ليس لا وصلت بالفقه ولا بأصول الفقه ولا بشيء يشبه هذا ولكن يقول لك أنت من جعلك ومن نصبك وصي على الإسلام وعلى الله أنتم أيها الفقهاء من جعلكم هكذا نصبكم هذا هذا سؤال يطرح الآن ربما هو الآن سؤال هازل لا يعطيه الناس قيمة ولكنه سؤال يستحق أن يجاب عنه ولذلك أي واحد يمكن أن يتحدث بما يشاء وله الحق أن يتحدث كما يشاء لكن حينما تتحدث أنت من مرجعيتك ومن قولك قال الله تعالى وقال رسول الله يقال لك بكل يسر وسهولة ومن نصبك أن توصين على الإسلام حتى تتحدث به هل كلفك الله تعالى بأن تكون وصين على العباد هذا سؤال والجواب عند هذا هو كالتالي نحن ليس في ديننا وصاية على الناس وليس من حق أحد أن يتحكم في علاقة الناس بخالقهم فيما يتعلق بالثواب والعقاب لم يجد في لسنة الفقهاء أبدا الحديث إلا عن الصحة والبطلال في الأحكام الشرعية التي يتحدثون عنهم فهم غاية ما يقول فقهاء في الصلاة التي لم تستجمع شروطها أو في البيع إنه مباطل أو فاسد بحسب الاختلال في الركن أو في الشرط هذا ما يقول وإذا صلى الإنسان مستجمعا لتلك الصلاة قلنا إن صلاته صححة لكننا لن نعد أطوارنا ولا نقول إن صلاتك مقبولة لأن حينما نقول صلاتك مقبولة فاقتدخلنا في شيء ليس لنا وإذن كنحن لا نحكم على إنسان بأنه من أهل الجنة ولا نحكم على إنسان بأنه من أهل النار ولا يحكم عند علماء المسلمين ولا يقضى لأحد المسلمين بأنه من أهل الجنة إلا من تبت في حقه شهادة رسول الله بأنه من الجنة العشرة مبشرون بالجنة وأناس آخرون بشرهم الرسول هؤلاء نبشرهم بموجب بشارة الرسول وكيف ما سيذوء سوى ذلك ليس لنا قدرة ليس للناس قدرة في أن يتصرفوا في هذا المجال هذا المجال يبتعد عنهم وليس لهم مفواضين فيه ولكن هذا ليس معنى وصايا أن نقول للناس هذا يجوز وذلك لا يجوز لأن هذا دليله هو الجواز والآخر دليله هو الحرمة فنحن الآن لسنا العلماء المفتون وكل الذين يتحدثون هذا الحديث ليسوا أوصياء هم شهداء وهم شهداء وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء والنص الشعقاء لسنا أوصياء ولكننا شهداء ونحن وحينما يتسر الإنسان عالما يتجاوز هذا فيختص بجزء من الخلافة عن الله والله تعالى قال إن جائل في الأرض خليفة وهذه الخلافة بنسبة للعلماء خلافة خاصة هي التي سماها الشاطب بالتوقيع عن الله فالعالم موقع عن الله لأنه كاشف للأحكام الشرعة بحسب الوسع البشري فيقول لك هذا يجوز لك وهذا لا يجوز وسموه هكذا موقعا عن الله أعرف الآن بعض الجهات ولذلك أنا أقول سأربط هذا الحديث بالواقع لا يغيضها شيء مثل ما يغيضها هذا الأمر أن يقال إن عالما ما هو موقع عن الله هذه ليست درجة الإكليروس ليست درجة دينية التي هي عن المسيحيين وإنما هي وظيفة داخل الشريعة مخولة لمن يستحقها والقرآن الكريم أحال المرات العديدة على أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لعلمه الذين يستنبطونه منهم وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث العسيف إن أهل العلم أخبروني أن على بني كذا فكان هناك أهل علم وكانوا يخبرون ورسول الله حاضر وكان الاستفتاء أول للرسول صلى الله عليه وسلم يستفتونك هذه العملية هذه العملية أريد التنبيه لها الآن أصبحت تستهدف بشكل كبير كتب أحدهم في المدة الأخيرة يقول من الذي نصب المفتين حتى يتحكم في رقاب الناس هذا كله خلط للأوراق ومعنى أنه تجهيل وجعل الإسلامي هكذا مفتوحا للجميع ولكن حينما تصدر الفتاة التي تريق الدماء وتستحل الدماء ينادون العلماء لما لم تقوموا بواجبكم حتى قال هؤلاء ما قالوا فهم مرة مع إطلاق الفتوى بلا قيد ولا شرط ليدخلوا ومرة إذا تضرروا منها قالوا إننا نريد أن تضبط هذا الكلام وتضبط هذه الفضائيات فلا نعرف أن أي شيء يتحدث هؤلاء لكننا نحن بموجب انتمائنا إلى الشريعة الإسلامية نعرف أن وضع المفتي والمتحدث والمبلغ هو وضع شرعي له مرجعيته في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول هذا ليكون جوابا نعده للسؤال حينما يطرح على شبابنا ولكنه يطرح الآن وعلى وسائل الله والناس يفرحون بهذا ويتدددون وبالنرى أصبح الكبير والصغير يقول كأنه كل سنة في حاجة إلى أهل علم ولا إلى المفتي كلنا على نقف من الشريعة ومن الله تعالى على حد سواء هذا ضبطه ثم هناك أمر آخر هو هذا الأمر الذي يشيعه الناس من خارج الدائر الإسلامية وبل ومن الدائر الإسلامية وهؤلاء الذين يقولون إن كلمة المسلمين كانت موحدة كانوا مجتمعين ففرقها الفقهاء وفرقتها المذاهب وإذا كنحن نريد مذاهب إسلاما بلا مذاهب كما كتب الشكاء إسلام بلا مذاهب إسلام بلا مذاهب هو إسلام بكل المذاهب لماذا؟ لأن طبيعة تفكير الإنسان في الأشياء التي يتناولها من الأدبيات أن الناس لهم رؤى مختلفة وأرى شيئا وترى شيئا ويرى الآخر شيئا ويرى فبأي حق إذا رأيت أنا رأي أن أقول للناس دعوا رأيكم من أجل أن نتوحد فأنا أرى وأنت ترى والآخر يرى وبالتالي فنشاط الإنسان دائما تفكيره يؤدي إلى الاختلاف لا إلى التنميط أتساءل هل الشريعة الإسلامية وحدها هي التي فيها هذه الظاهرة ظاهرة المذاهب؟ أبدا في كل العلوم مدارس ومذاهب في كلها إذا تحدثنا عن النحو تعرفون نحو نشأه النحو الكوفي والمغربة في البداية كانوا كوفيين من باب تعطف مع علي بن أبي طالب ثم صاروا فيما بعد البصريين والبصريون مختلفون مع الكوفيين في أن الكوفيين يقبلون بالشاهد الواحد وأن البصريين لا يقيموا القاعدة إلا على كثرة الأدلة ثم كان هناك النحو البغدادي الذي جاء نحو ثالثا وكان أبو علي الفارس وكان ابن جيني وكان هؤلاء من هذه المدرسة ثم كان هناك نحو آخر والنحو الأندلسي المغربي وهو نحو قائم بشخصيته أبو الحسين بن طراوة وابن خاروف وهؤلاء لهم منهج وقد كتب فيه غير واحد من العلماء إذن فنحو فيه أربعة مدارس الفنون فيها مدارس الرسم فيه مدارس القانون فيه مدارس المدرسة الأنجلوسكسونية والمدرسة الفرانكوفوريو إذن كل الدنيا فيها مدارس لماذا يلعاب على الإسليمين الفقهاء أن يكون لهم مدارس هذه ليست عبذاً هذه مدارس وهي حصيلة إعمال أصول معينة التقى عليها الناس فتكون الفقه في هذه المجموعات التي نسميها مداهب ونسميها مدارس ولكنها حصيلة اجتهاد ونظر وتفكير فهل تضمن أننا نلغي هل يضمن من يدعو إلى إلغاء المداهب وبما فيها المذهب الملك أن نصل إلى مذهب واحد من سيتكلم ومن سيصغي من يجب عليه أن يسكت حتى تبقى الوحدة القائمة المداهب هي الحد الأدنى للخلاف عند المسلمين المداهب هي الحد الأدنى ولكن حينما تزول المداهب فحدد عن البحر ولا حرش كل يصير مذهبا والذين حاربوا المداهب أقاموا بدلها مداهب فكنت تسمع عن الشافي ومالك وكذا وكذا وأصبحنا الآن نسمع شخصيات أخرى إذا قيل قال فلان تعرفون لا أذكر الأسماء فكأن الدنيا انتهت وكان كل شيء حسيم لأن الإمام الأعظم في هذا والفرق بين هذا وذاك فرق شاسع بين الشخص وبين الآخر فرق شاسع أريد إضافة إلى هذا أيضا أن أقول هناك شيء تنبهت إلى هذا الندوة بهذا السؤال الخلاف الأصولي أسبابه ومبانيه هذا سؤال علمي لا يطرح هذا السؤال في الخارج في الخارج يسألون عن خلاف الفقهاء لا يسألون عن خلاف الأصولي لأنه لا يعتبرون أن الأصول في ذاتها تختلف فبسبب اختلافها يختلف الفقه أي الخلاف في الفقه ليس ذاتيا عرضيا إنما هو ناشئ عن الاختلاف الناس في اعتماد أصول أو طرح أصول والسؤال الذي يطرح الآن هو هذا وهذه بداية جيدة جدا حينما يطرح السؤال لتطويق الخلاف في سنوات سابقة جاءني أحد طلابي يكتبوا رسالة عن أحد الذين يفتون كثيرا في الدنيا وقال لي أريد أن أذكر مذهبه في المساء الفقه قلت له طيب إذا كنت تريد هذا ففعل ولكن اشترطت عليك شيئا واحدا وهو أن هذا القوى الفقهيان أنا لا أسميها مذهبا إلا أن تقوم على قاعدة معينة من الأصول التي كان يعتمد هذا الشخص لابد أن يذكرنا ما موقفه من فهم موافقة ومفهم مخالفة ما موقفه من القياس يعتمدهم لا يعتمدهم ما موقفه من قول الصحابي ما لم يستطع رسال أن يجيب عن هذه الأسئلة لم يكون فقيها ولو تكلم في الفقه ألف سنة لو تكلم الإنسان ألف سنة في الفقه فنقول إنه يقول ما يعن له وقد يقول اليوم قولا يخالفه غدا لأن الأصله ليس هو أن يقول الناس في الفقه الأصل أن يضبط المصادر التي هي مصادر استنباطية ويدافع عنها الخلاف بين العلماء القدماء لم يكن حول الجزئيات الفقهية كان حول مصدر وآخر كان الناس يقولون في عمل أهل المدينة وكان النقاش بين مالك والليت وبين مالك وغيرهم والشافعي وكذلك حول الأصول وكان السجال دائرا حولها أما القضايا الفقهية فهي الحاصل الخلافة الفقهية حاصلة بالقضايا الأصولية فلذلك أقول أيضا لطلابنا من قدم نفسه على أنه فقه أو أن له رؤية في الفقه أو كتابا في الفقه أو مذهبا في الفقه فلا نقبل منه ذلك إلا على شرط ما قام عليه العلم عندنا أن نعرف مستنده فيما انتهى إليه أن يضبط لنا أصوله لنعرف ما يقول ومن أي منطلقين ينطلق راجعوا هذه القضية اسألوا كثير من الذين يقدمون أنفسهم أنهم مذاهب قائمة ما هي أقالهم ليس لهم بالأصول إلمام وبالتالي فكلامهم كلام يحتمل أن يكون نوعا من الكلام الذي يقال اليوم ويقال غدا عكسه إذن هذه الأشياء لا بد منها ومقدمات هذا الفقه كما قلته ونتيجته نظري لنقل إنه ابتدأ من يوم اختلف الناس بين أهل رأي وأهل نص في قضية الصحابة الذين بعتهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يصل إلى أحدكم العصر إلا ببني قريض واختلفوا وقبل النبي صلى الله عليه وسلم اختلافهم وكان هذا منهج وذاك منهج فالذين اتبتوا على النص قالوا لا نصلحت نصل إلى بني قريض ولو أن العصر قد فاتنا والذين قالوا إنما أراد بذلك استحتاتنا حتى نسرع فإذا وصل وحل وقت العصر صلوا في الطريق فكان هذا وذاك هذا منهجبان ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم وفي تاريخ وفي القرآن الكريم يبين كيف يختلفوا نبيان في قضية الغنم التي نفشت الزعلة نفشت في غنم القوم وكيف فهمها سليماء وكيف فهمها داود وكذا فضروري أن يكون الاختلاف بسبب أن التفكير موجود التفكير يؤدي دائما إلى هذا النوع من الاختلاف غير مقصود إلى هذا الأمر في حياتي الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت كانت موجود هذه الاختلافات واختلف الصحبة ليس فقط في هذه اختلفوا في مسائل قبيل مثلا فهمهم لوزن أفعال العباد كيف توزن واختلفوا في ذلك واختلفوا اختلافا أكبر من هذا هذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه لإسرائيل من المير واختلفوا إذن فهذه اختلافات كما قلت مأذون بها بسبب أنها نتيجة فكير في هذا السياق نشأت أو بهذا السياق نشأت المجموعات الأولى للمذاهب أي الصحابة لو كانوا في المدينة المنورة كانوا يكونون ويشكلون مجموعات وعمر بالخطاب كان له صحابة كان يستشيرهم وكان هؤلاء يكونون شبه نواة لاجتهاد وليفقين جماعي كانت هناك مجموعات صغيرة مع أن الفقهاء الذين كانوا تكلموا في حيات رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ذكرهم غير واحد وأصل بهم إلى عشرة أو اثنى عشرة لمن كان يفتون على دراسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أصبحوا فيما بعد يتميزون بمجموعات معينة بمجموعات وبكتل صغيرة ليس المذاهب ولكنها بدايات مذاهب حينما كان غادر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحياة كانت المدينة هي المركز وكان في الصحابة ناس كتر لهم صلة بالفقه وتفرق الكثير منهم لكن عمر استبقى بالمدينة 150 من كبار الصحابة من فقهاء الصحابة ليبقى الفقه هناك حتى لا ينتشر بانتشار الناس ومع ذلك فقد انتشر الفقه وذهب الفقهاء وكان ابن مسعود في الكوفة وكان غير واحد ممن انتشار فهذه الكتلة التي استبقاها عمر هي بداية فقه اهل المدينة هؤلاء هم فقهاء المدينة وحينما ذهب هؤلاء جاء عصر التابعين بقي في المدينة 170 من الفقهاء هم فقهاء المدينة قبل هؤلاء وأولئك كان كبار فقهاء الصحابة او فقهاء المدينة وهم الخلفاء والاربعاء وعائشة وهؤلاء وزيد المدينة هؤلاء افتوا في المدينة المنورة اذا الان يتشكل مذهبون يتحدد هذا المذهب الذي هو مذهب مالك رحمه الله وتشكلت مذاهب اخرى لأسباب هذا التشكل كما قلت له قاعدة علمية قاعدة علمية قاعدة أصولية أبو حنيفة هو الإمام الأكبر تعرفون ذلك وله فقه كبير ويأخذ به جماهير من المسلمين ومالك كذلك لكن أبا حنيفة كان قد سبق إلى هذا الفقه برؤية هي رضي أصولية في قضية خبر الأحادي وما يعمل به منه وما لا يعمل به تخصيصا أو غير ذلك وكان يرى أن العمل خبر الأحادي الذي يقوى على تخصيص العمومات العمومات القرآن من شروطه أن لا يكون فيهم قطاع هي تماني من شروط معروفة في مذهبها وسبب ذلك فإن كثيرا من الأحاديث تركت ولم يعمل بها أبو حنيفة لا ترك للسنة ولكن بسبب أنها لا تنسجم مع رأيه مع موقفه ومذهبه في قبول خبر الأحادي هذه واحدة في قضية مالك كذلك له أيضا رأي في تخصيص بخبر أحادي المدعوم بعمل أهل المدينة وله كذلك رأي في الترجيح بالحديث الذي يسانده عمل أهل المدينة إذن فهذا مذهب أصولي قائم وكان دائما ما دمنا على هذه الحالة لابد أن يبقى دائما هذا المذهب هكذا والمذهب الآخر وهكذا وأن يتم الاشتغال داخل المذهب ما دم هناك من ينتصر لهذه الأصول لا للجزئيات وللذلك نحن من الآن نستبعد أي لم يقعد للإجماع أو التوافق داخل المذهب كان هناك من خالف القاسم خالف مالكا في كتيم القضايا ولكن بن القاسم مع ذلك هو على مذهب مالكي بسبب أنه لا زال مقتنعا وملتزما بأصوله ولكنه تعرفون في ذلك كتب بعض الأندلسيين في الأشياء أو في بعض الأشياء التي خالف ابن القاسم فيها مالكا فهذه أي انتماءات المذهب لا تعني الأخذ بكل جزئية قال بها إمام المذهب فقد يمكن أن يكون هناك من لا يوافق في الجزئية أو في تنزيل الأصل على تلك الحالة هذا الذي هذا الذي وقع أنا أريد أن أقول وقد أعود إلى هذا الكلام في المباعد إن شاء الله أقول إن هذا المذهب مذهب سني ليس مخالفا للسنة أبدا ومن قال إن مذهب مالك أو إن أبا حنيفة أو إن الشافعي أو إن أحمد بن حنبل كانوا يتعمدون الخروج عن السنة ولأيها فهو ظالم لنفسه هؤلاء علماء كبار إنما اختلفوا في أصول معينة في التعامل مع الكتاب والسنة ولا أحد منهم اتبت عنه أنه كان يقول بإمكانه من الطراح الحديث أو عدم العمل به قطعا حينما حينما كان هذا المذهب قائما عرفه المغاربة وأخذوا به لماذا يأخذ المغاربة بالمذهب المالكي طبعا هناك دائما تعرفون هذا لماذا أخذ المغاربة بالمذهب المالكي السؤال وأجوبة تطع لكن أهول الأجوبان يقال إنه كان على الطريقهم كانوا يذهبون للحج فوجدوا على الطريق فليس هذا ليس تعليدا صحيحا هؤلاء لم يكونوا طوافين يبحثون في الطرق عن المذاهب فيأتون بما وجدوا في الطريق لا كانوا علماء وسيتبين إن شاء الله أن المغاربة كانوا علماء في اختياراتهم الأولى فاختاروا مذهب مالكي وكانت لهم به صلة خاصة كيف ذلك المغرب والمغاربة عاشوا حالة قبل أن يستقر المذهب المالكي ثم الأشعري كانت لهم أحوال غريبة جدا كانت في المغرب مذاهب تتصارع المذهب الخارجي بفرعيه الصفري والإباطي كان المذهبان يتصارعان وبقوة ولكل منهما كيانه السياسي كان هناك مذهب الشيعي وكانت فرقة البجليين فرقة البجلية معروفة في جنوب المغرب في مناطق وهؤلاء البجليون كانوا شيعة وكانوا معتزلا المذهب الاعتزالي كان منتشرا في المغرب بكفية واسعة أبو الحميد الأورابي استقبل إدريس الأول كان معتزليا والزيديون الذين جاءوا إليه أيضا كانوا أيضا في الأصل لأن معظم الزيديا حتى الآن في الحوثيون هم في أصلهم زيديون من حيث تشيئا ولكنهم أيضا معتزلة في الغالب إذن هذه أشياء كانت تروج بالإضافة إلى ما تعرفون من توسع المذهب البرغواطي والبرغواطيون كان لهم مذهب صالح من الطريف وكان يقول بأشياء ويفرض صلاة صلاتين في اليوم ويدعو أصحابه لأن يصوموا يوم الاثنين والخميس ويستعيدون بذلك عن الصوم إلى غير ذلك ثم كان في منطقة الشمال أيضا حاميم ديانة حاميم التي الذي أيضا فعل ما فعل وكل واحد من هؤلاء تبعه خلق كثير أي معنى أن هذه لم تكن نقطا هنا مبتوطة بل كان وراء كل مذهب ومع كل مذهب طواف هذه الطواف الآدية التي درسها الآن باحثون وأصبعوا يكتبون عنها وهناك درسة جيدة كتبت في قدمت في كل الأداب في الرباط صراع المذهب والعقيلة مهمة جدا أي دورات وهذه وقدم كتاباني أعتبروا أنهما مفيدان جدا في هذا الباب إذن فالمغرب لم يكن مغربا فارغا من هذا الباب بل إضافة إلى أنه من الجانب الفقهي كان هناك المذهب الحنفي كان موجودا وكان الحنفية غالبية أهل الإندلس في يوما ما كانوا كثيرين وحينما وقع هذا الأمر انتقل المغالبة بعد ذلك إلى شيء جامع إلى مذهب الإمام المالك لماذا أخذ المغاربة بمذهب مالك إن الذين ينظرون إلى مذهب مالك على أنه مذهب في الفقه فقط لا يعرفونه مذهب مالك ليس مذهب في الفقه فقط مذهب مالك إذا شئت أن تعرفه ونحن نقرأه دائما في جانبه الفقه نقصر فيه كأن ندرس شطره لكن القرار في كتاب الذخيرة في الجزء الثالث عشر وأدعوه طلاب العلم لأن يقرأوا هذا الجزء وضع كتاب الجامعي وذكر فيه وقال هذا كتاب ليس فيه ليس في المذاهب مثله وتحدث بتوسع عن مذهب مالك في العقيدة وفصل القول فيه وماذا فيه؟ أي أشياء كثيرة حديثه عن ذات الله تعالى وعن الصفات على مذهب أهل السنة معروف وكان يتحدث أيضاً عن موقف وتقدير الإمام مالك لرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه وما له في ذلك من الأمور ما نعرف أن الإمام مالكاً لم يطاوله أحد في تقدير السنة في احترام رسول الله أساساً له في ذلك أشياء غريبة في درسه كان لا يدرس الحديث إلا وهو على طهرة كان إذا صلى لم يولي الحجرة النبوية ظهره بل كان يفعل الأكس فيستقبل قبر رسول الله أساساً كان يؤنب بعض المرات من يرفع صوته وقد كذلك يابي الجعب المنصور واستكان أبو جعفر في الخبر الذي تعرفون فكان مالك شديد التمسك بأدبه مع رسول الله أساساً كان لا يسير أو لا يركب على أرض فيها جثمان جسد رسول الله أساساً كان قد بلغ الضروة في أدبه كان لا يقبل أن يتحدث أن يحدث أو أن يسمع الحديث على طريقة لا تناسب الأدب إذن هذه واحدة لكن كان له شيء آخر وهو أنه كان شديد التوقير للصحابة رضوان الله عليهم وكان يرى أن الصحابة شهد لهم القرآن بالعدالة وأن من تنقص الصحابة كان اعتبر فاسقاً في مذة بمالك فهو فاسق وقال من ذلك قال إنه لا يستحق شيئاً من فيء المسلمين وأن لا يستحق إنسان الفيء معنى أنه خالج دائرة لأنه أجرى على ذلك الأحادي أو الآيات القرآنية التي تحدث عن فئات المؤمنين هؤلاء الذين تحدث عنهم القرآن هم ثلاث فئات أي المهاجرون الأولون وتحدث عن الذين يتبهوا الضار ولمن قبلهم ثم تحدثوا الذين جاءوا بعدما يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بلما يجعل في قلوبنا غير الذين أمنوا قال هذا الذي يسب الصحابة ويتنقصوا منه ليس من الأولين ولا من المتوسطين ولا من المتأخرين فهو ليس منه ولديك لا يستحق وإذا كان له كلام في النين من الصحابة هذا إذا لم ينال من عائشة أما من كان من نال من عائشة فهو في مذهب مالك ليس فاسقا بل هو كافر والفرق بين عائشة والصحابة أن عائشة عدلها القرآن باسمها في قضية الإفك أما الصحابة فتعديلهم عام هذه عقيدة مالك إلى غد ذلك من الأشياء كان مالك يرفض الابتداء العقدية ويتشدد فيه وكان دائما يشد وخير أمور الناس ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع كان يرددها وكان يسأل سئل عن المبتدعة هل يصلى خلفهم قال لا أحب ذلك قال هل يصلى خلف المبتدع الجمعة قال الجمعة فريضة وقد يقال في الرجل ما ليس فيه قال إن استيقنت قال إن استيقنت أي إن استيقنت أن هذا الشخص الذي يقال فيه أنه من أهل الابتداء فلا تصلي وراءه ولو أصلاة الجمعة وهذا معروف في المصادر الإسلامية فكان متشددا في هذا الأمر الذين أخذوا عن مالك أخذوا عنه هذا مثل ما أخذوا عنه الفقه فحينما استقر المذهب المالكي في المغرب استقر فقها وعقيدة واستقر في المغرب أنهم أبغضوا أن المغاربة لم يكونوا يحبون الابتداء أصلا أين هو التشيع الذي جاء الذي كان موجود انتهى أين هي الإباضية حساموا معها أين هي الخارجية حساموا معها وكان المالكية قائمة على هذا الأمر وكان في سحنون بسعيد تنوخي في تونس في القيروان كان لا يولي مبتدعا ولا يسمح له بإقائدات ولا يجعله من أهل القضاء فأصبح المالكية في هذا الأمر إن شئنا كنا متشددين وإن شئنا يقول الناس ما يشاءون الكلام هنا يقول لبغيت ولكن الذي وقع أنه في مرحلة من المراحل قامت الدولة العبيدية الشيعية في تونس وذكر القاضي عياذ رحمه الله أن التونس كان فيها الحنفية وكان فيها المالكية أما الحنفية فإنهم كأنهم سالموهم لأنهم اشتركوا معهم في قضية واحدة هي قضية الفضلية فاطمة لأن أبا حنيفة كان يفضل فاطمة على كل إنساء المؤمنين فجاءت الدعوة الفاطمية وهم يحبون فاطمة كأن فيها نوع من سجال في حين أن المالكية كانوا يفضلون عائشة ولذلك كانت هناك صراعات المذهب الشيعي الفاطمي في تونس لقي مواجهة ومقاومة من الفقهاء المالكية وذلك حينما أرسل رسول إلى أحد العلماء يقول قال لك الأمير عليك أن تترك القنوط لأنه من فعل عمر وعليك أن تثني الإقامة وعليك أن تسلم مرتين قال الأمير لا يعلمنا ديننا وذكر القاضي عياد في ترتيب المدارك في الجزء الخامس منه وصف كيف قتل بعض العلماء المالكية لما رفضوا ما كان يأمر به الفاطميون وكان أحدهم يقول إن بيعة أبي بكرين صحيحة لأن علي كان يقيم الحدود بين يديه فقدل نهدين وقتل العلاف بسبب هذا القول وذكر كذلك غير واحد من العلماء هذه الأحداث في تاريخ هذه إذن هؤلاء الذين كانوا هنا من المالكية كان لهم هذا هذا الوصف هناك شيء ذكره خليفة أمويه هشام بن عبد الرحمن وذكر هذا الكلام ذكره القاضي عياد وأعاده كذلك وتحدث عنه من شريسي وقال إن هذا الأمير هشام بن عبد الرحمن كان قد درسه ونقب عن الرجال وقرأ ثم قال إني نظرت في الرجال فوجدت أن هذا المذهب رجال هذا المذهب لم يعرف أحد من المالكية بالإرجاء ولا بالاعتزال ولا بالخارجية ولا بالتشيع ولذلك كان المالكية القدماء ليس موصوفاً واحد منهم بأنه كان معتزلاً ولذلك قال إن الأخذ بهذا المذهب هو أخذ بالسنة ما الذي يقع الآن وما الذي وقع حينما ننظر الآن إلى بعض الأوضاع الإسلامية الآن في الدول الإسلامية متعددة نجد أن المذهب المالكي حقيقة حسما مع المغرب لماذا تقع الآن تلك الأحداث التي تقع الآن في سوريا ولا في العراق ولا في اليمن ولا ما جدش صدفة لأنه ليس هناك مذاهب من هذا القبيل ليس هناك طواعف حتى تقتل ويحمل بعضها السلاح هذا الضبعات والذي فرغ هذه الساحة وجعلها موحدة هو هذا الأمر أذكر لكم شيئاً آخر إذن المالكي المذهب المالكي حينما يكون موجوداً وهو مذهب سنة بالتأكيد يحمي الأرض ويمنع من التشتت ويمنع من أن تنتشر هذه الطائفيات وربع بعض الناس أصبح الآن يحس بهذا هؤلاء الذين يتحدثون من وراء حجاب ليقولوا للمغاربة كيف يصر لديكم في تدينكم استقرار تعرفون أن كثير من الدول الآن أصبح تبعثوا بأئمتها وخطبائها لمغرب لماذا؟ تونس تبعثوا تونس مدينة علم دولة كانت لها علم تبعثوا برجالها فرنسا الآن بعثت بوعادها ومرشي كل الذين لم يكونوا يقولون كانوا يقولون إن التدين المغربي فيه شيء من الهدوء فيه شيء من الاستقرار والناس أصبحوا يفرون إلى هذا النموذج بعد أن أصبحوا يرون ما يرون في الشاشات والناس أصبحوا يتخوفون بعث إلي بعث إلي أحد الإخوة العلماء منذ مدة وهو الشيخ عبد الرحمن شيبان رحمه الله كان رئيسا لجمعية العلماء بالجزائر ووقعت الأحداث الكبرى في الجزائر كما ترون وقتال وكذا ثم بعث هذا الشيخ إلى وجداء بعض الأشخاص يقول لهم نريد أن تذهبوا إلى المدارس في المغرب وتنقر برامج التدريس والكتب الدراسي على هذا جاءني شخصان وقال الشيخ عبد الرحمن شيبان رحمه الله قال إننا لم نؤخذ في الجزائر بهذه الفتنة إلا بسبب تركنا لمذهب معركة لأنك حينما تترك المذهب ويكون قد ويملأ كل شيء تزيله وتجعل الأرض كلها مستباحة إذا قلت لا مذهب مشاء مذهب مالك ما غيرت يجيك مذهب واحد غيرت يجيك عشرين مذهب منطقيا ما غيرت تقول أنا ألغي مذهب مالك وسوف أعوضه بمذهب أبدا مذهب مالك قائم والناس يعرفونه بمصادره سيأتيك من أقطار الدنيا مذاهب لا تعرف لها صورة ولكن تعرفون من يفتن آن بأن الزكاة لا تجيب في الأوراق المالية هؤلاء مذهب تعرفون من يقول إن صلاة المسلمين باطلة إنهم لا يصلون إلى القبلة هذا مذهب حينما نشر في الناس هناك من يطوف في الناس يقول لناس أيها الناس حضروا أنتم لا تصلون إلى القبلة صلاتكم باطلة هناك من يقول للناس أيها الناس إن المساجد التي بنيت في العالم الإسلامي كلها هي مساجد ضرار ولا تصح الصلاة إلى في أربعة منها هي صلاتك في المسجد الحرام المسجد النبا المسجد القبا المسجد الأقصى والمسجد الأقصى ماشي في الديناء وهل ننتظر أن المعالم الإسلامي كله سيصلي في هذه الأماكن الله أعلم بداية هذا فقه هذا فقه موجود موجود كتب موجودة أتدرون ما هو المجرور الذي نفتح عليه أنفسها الفقه المالكي جزء من المدارس السنية ليس الوحيد ولكنه يجمع الكلمة الفقه كيفما سواء كان فقا مالكيا أو حنبلي أو شافعيا أو حنفي هو فقه ظني الحكام وأنا أريد أن أضع خطا تحت هذه الكلمة الأحكام الفقهية في معظمها ظنية الأحكام الفقهية في معظمها ظنية التي قامت على المداهب وما كان منها قطعين هو ما كان قد أتى عن طريق التواتر أو شيء يقارب هذا التواتر ولكن هذا قليل بل أقول شيء آخر الدنيا أي في عمليات الدنيا هناك شيء أو ما يعتمده الناس هو الظلم ليس القطع أنت تحمل ورقة تعريف أو جواز سفر أو تحمل ورقة نقدية العملة هذه العملة أنت عندك مثل درم في جيب هل تأكد أنها ليست مزوعة لا الله أعلم أنت تبيعه إذا أريد أن تكون قطعية عملك لا تكون في عندك في شيء شهر الأحكام القضائية تصدرون ظنية أو لا ظنية لماذا أقول لكم هذا شيء؟ لأن بعض الذين يلبسون على الذين لا يفهمون الشريعة كلما وقع نقاش في أي قضية يقول لهم أحد السيد هذه قضية لا ما شيء مهم هذه قضية غي ظنية إذا أرادوا أن يضربوا شيئا من الشريعة قالوا الناس حين يصفقون كأنهم اكتشفوا جزيرة أخرى كل ظني عادي ولكن الناس يعبثون بهذا الأمر بعدم وجود قائدة علمية يدافع بها الناس عن أنفسهم إذن فهذا الذي ذكرت لكم هو صلة المذهب المالكي أولا بكتابه السنة لم أريد أن نتحدث في هذا صلة المغاربة بالمذهب المالكي صيانة المذهب المالكي للبلاد وعدم الاحتراب ولاحظونتم الآن ما تشجع بعيد دخلوا مسجدا فترون أن الناس يخاصموا بعضهم بعضا في أشياء ظنية لا أسيدي هذه كده نحن لا تصلش معنا ما نصلش معكم ما تصلش مع هذا ولا مع هذا قد تصلهم مع شيء واحد يخرين من أين جاء هؤلاء الذين أخذوا الأرض فجأة جاءوا والمسلمون في غيبة كانوا يختصمون في أشياء ظنية لا يمكن أن تحسم لا اليوم ولا غدا لكن ما هو قطعي هو المحبة بين المسلمين المؤمنون إخوة المؤمنون يتعاونون ويتضافرون ويتأذرون هذا ليس فيه نقاش وهذه الأشياء والأخرى شيء آدم فلذلك نحن في هذه المعاهد في معاهد التي الحمد لله تنطلق من جديد وتعد بشيء نريد أن يدرس الناس العلم ويدرسوا الأصول علماء الذين يدرسوا الأصول هم أصلون وتابتون وراسخون ويعرفون ما يقولون الذين يأخذون الإسلام عاطفة وكلام عاما قل ما يحسيون إلى هذه الأمة وسيورطونها في مهالك لا أريد أن أذكر لكم شيئا عن سلة المذهب المالك بالكتاب الله تعالى كيف استقيمه وكيف يكون له مرة موقف يخصص به مالك عموما العموما في الآية القرآنية ومرة أخرى لا يخصصه كل ذلك بسبب أن المخصصة قد يكون أحادية آحاديا إما مسنودا بعمل أهل المدينة فيخصص به أو غير مسنود فلا يخصص به هدفه بواب كثيرة ولمالك كذلك شيء من عمل أهل المدينة يعتمده في الترجيح من أحادية الأحادية التي أحد الضمية فيقوي بأن تقوية الحادية الضمية له أسلوب والعلماء والأصولين ذكروا نحو من 15 أسلوبا لتقوية الحادية الآحادي ولكن مما يقوى به الحادية الآحادي عند مالك أن يصاحبه العمل والعمل الذي يقول قول ويقول مذهب ليس قولا لمالك فقط بل إن عمر الاخطار كان يفتن ناس بأن لا يقولوا شيئا ليس عليه العمل وكان عمر بن عزيز يقول ذلك وكان كثير من الصحابة يخرجون إلى الآفاق ويسألون فيجيبون فإذا جاءوا إلى المدينة فوجدوا العمل على غير ذلك فيعودون ولا يفعلون شيء قبل أن يصححوا القول الأول لأن هذا القول حسم فيه أن الآلاف من أهل المدينة قد استمروا على ذلك العمل فعلم منه كما قال الشاطبي إن الناس كانوا دائما يبحثون عن الناسخ والمسوخ لكن مالكا ضبط له الناسخ والمسوخ لما أخذ بعمل أهل المدينة وقد يكون عمل المدينة آخر ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهاية عمره ورأى الناس يعملون به وأقرهم عليه فيكون ذلك هو الوجه الصحيح في مقابل نصوص أخرى قد يعتريها ما يعتريها من نسخ أو من أنها عامة يراد بها الخصوص أو أنها من قضايا الأعين وما أشبه ذلك من الشيء الذي لو أريد أن تحدث فيه الآلة لأنه سيدقل ولكنني حددتكم عن علاقة المذهب المالكي باللحظة بالحدث بما يقع في جهات كثيرة أريد أن أضيف بجزئية أختم بها حينما جاء كانت الأوضاع على هذا النحو الدولة الغير موجودة في المغرب جاء إدريس الأول إلى المغربي جاء لاجئا من المشرق بعد معركة فخ ثم استقبله المغرب استقبله عبد الحميد الأورابي وذكرت لكم أن عبد الحميد الأورابي كان في الأصل على معرفة بدينه كان معتزليا واستقبل مور إدريس ولكنه استبقاه في بيته أو بقي معه نحو من ستة أشهر لم تكن هناك بيعة ولا شيء لأن المغربة كانت كل واحد منهم يريد أن يكون زعيما ويكون أن يكون سيدة قبيلا ولكن أن يأتي لسان غريب وهذا شيء من ذكاء المغربة هذا لم يقع إلى المغربة الحكم الناس يموتون من أجل حكم لكنهم أعطوا حكمهم لرجل جاءوا من بلد بعيد ولا يعرفونه إلا لمدة قصيرة بمعنى أن كان إخلاص وما كانوا متعلقين بالسلطة كانوا متعلقين بالأمن فقالوا هذا الذي نجتمع عليه لكن لماذا؟ لماذا قبل المغاربة بهذا؟ المغاربة في ذلك الإبان كانوا فقهاء كبارا كانوا فقهاء كبارا لماذا؟ لأن إدريس الأول وقد جاء فإنه جاء يحمل بيعة أخيه محمد النفس الزكية وهؤلاء هذا البيت كان قد طورد في المشرق وقتل منه من قتل وخرج إدريس الأول يحمل بيعة أخيه البيعة الشرعية بيعة محمد النفس الزكية كان عامة المذاهر العلماء ومنهم الإمام مالك كان يرى أن بيعة محمد النفس الزكية هي البيعة الشرعية في مقابل بيعة العباسي فحينما جاءهم إدريس الأول بالبيعة التي قال عنها المالك وقال غير المالك عنها ببيعة الشرعية أخذوها والتزموها فكأن الدولة التي تشكلت أول مرة الدولة الإدريسية تشكلت من البيعة الشرعية الأولى التي شهد لها مالك وكأن مالكا بهذه الفتولة كان قد قالها هو طبعا في سياق آخر كان بقوله ذلك قد ساعد على تكوين الدولة المغربية ولذلك حينما كان ذهب إدريس الأول وجاء إدريس الثاني استقدم خمسمائة من الفرسان من الأندلس وكان منهم فقهاء وبعض هؤلاء الفقهاء استقضارهم إدريس الثاني وبعضهم كان هو الذي شهد على عقد شراء أرض فاس إلى غير ذلك من الوقائ بمعنى أن المغرب منذ المرة الأولى عانق المذهب المالكي لهذه الأسباب المذهب المالكي شهد بالبيعة الشرعية لإدريس الأول والمغاربة تعرفوا قيمة هذه الشهادة وهذه التزكية من الإمام المالك ومنذ ذلك الوقت أصبح المذهب المالكي مذهب الأمة وأصبح الناس ينتجون من داخل المذهب لا من خارجه من داخل المذهب نشأ العلم والمعرفة وكل شيء وتعرف المغاربة مع ذلك بلا تشدد وبلا تعصب مع كل الناس وشاركوا في الجهاد وانتقلوا من أرض إلى أرض وكان المذهب بالنسبة إليهم ضمانة توحد وعلامة اتفاق وتجمع هذا شيء أذكره ليتأمل وليعرف وليعلم الناس أن أمر مذهب تلتقي عليه الأمة ليس من السهولة اقتلائه لمجرد المغامرة أو لمجرد التجريب أو لمجرد فكرة غير المناضجة المهم أن هذه الثوبة يجب أن تبقى والذي يشتغل والذي ينتج والذي يعطي يمكنه أن يبحث في المذاهب كلها في الأرأة ولكن يحافظ على الجامعة التي يؤوي إليها الناس لأنها مظلة جامعة لأننا لا نريد للبلاد الإسلامية أن تتشغذم أو تتمزق لا شك أن الذين أرادوا بالأمة الإسلامية سوءا أحس بوجود هذه النقاط الخلافية وأحيوها اشتغلوا عليها الزيديون كانوا موجودين ابتداء من القرطان في اليمن وما كان حضورهم عادية كان حضورهم عادية ما كانوا يشكلون المشكلة الكبيرة الإباضيون في الجزائر كذلك كانوا كثير منهم عضاء في جمعية العلماء الجزائرية وكان الشيخ بيوض ومجموعة كبيرة كانوا عضاء وابن باديس أدخلهم فيها كانت الأمة تميل إلى الوحدة وتعرف الفروق القليلة ولكنها لا تركز عليها من أجل تبقى ولكن لاحظوا أن هذه الأشياء الآن فيها نار ملتهبة هذه الموجودة عند الإباضيين والموجودة الآن عند الزيديين والموجودة في أماكن أخرى تشتعل النار فمن يطفئها على الأقل نحن في هذه الجهات التي فيها أمن واستقرار يجب أن نقول نحن قد كنا منذ كنا على هذا المذهب السني المحافظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الذي جاء به إمام مشهود له بتوقيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم وهذا كما قلت يجب الاستمرار عليه وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم شكرا لكم